موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في وصفة مريم اليوم رح ندره تحلية مثلاجة هي كيك الطريفل لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب تفضلوا ونشوفوا المقادير هي مقادير سهلة في متناول الجميع وطريقة لذيذة جدا نحتاج هنا هي كيك عادي يعني الكيك اليومي تحبوا شوكولات وإلا فانيلا يعني حسب الدقوة نحتاج كرامة اللي كنت انا صنعته في الدار عندي 100 غرام فلان فاني وعندي كذلك هنا كريمة طرية 200 غرام أو 200 ميليلتر يعني كوب 200 ميليلتر تعمره كي تقيسوا به وهنا كذلك 200 ميليلتر من الكريمة السائلة هنا عندي 150 غرام من الجبن الطري الأبيض وشوكولات اللي كنت دوبتها في قليل من الحليب أول حاجة نحن نبدأ بها هي الكريمة هنا نحتاجوا كذلك كريمة كريمة الطرية 5 خش 5 خش ايباث حطوها هي اللولة في بعض البلدان يقولها كذلك القشدة الطرية وحطوها وحطوها كذلك كريمة الخفق ستشوفها معي كريمة سائلة وحطوها 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 شوكولات فلان شوكولات وكذلك تضيفها من 2 إلى 3 ملاعق كبير من الكاكاو ونضيف الجبن الأبيض الخاص بشيس كيك وكامل هنا الكاكامل سوف نضيفه وقت لكم في الدار يعني تأخذوا كوب سكر ضوبه حتى يرجع كغامل من بعد نضيفه نصف كوب ماء ونخلوه يغليه من 3 إلى 4 دقائق ونطفو عليه ونتحصل على هذا الكغامل ونستعمله في التحليات وكذلك للتزيين نبدأ الآن نخفق فيه في كل هذا المواد معه حتى نتحصل على كريمة ناعمة متقيلة في هذه الأثناء أنا نوجد الكيك التاعي كما رأيكم وإذا لديكم جينواز تقدروا جينواز ولكن يأتي ألد بالكيك اليومي يعني يعطيه طعم خاص لهذا الترايفل سوف تضيفه هنا في القاع القالب التحكم يعني نضيفه نصف الكمية كما رأيكم تشاهدوا كما رأيكم تشاهدوا هكذا ما تكترش بزيف الكيك الشوكولات التاعي كما رأيكم تشاهدوا الضوبتها في قليل من الحالب راح نديرها فوق الكيك يعطي يعني طعم خاص كما رأيكم تشاهدوا بعد ما كملت كامل الكريمة التاعي كما رأيكم تشاهدوا راح نضيفها فوق الكيك نضيفه نصف الكمية فقط كما رأيكم تشاهدوا ونحاولوا يعني أننا ندخلوا هذا الكريمة مليح داخل الكيك يعني باش الكيك يتشرب يتشرب هذا الكريمة وما جيناش نشف كما رأيكم تشاهدوا والان حاولوا عني أنكم تضربوه شوية باش يلاك خام هديك الكريمة كامل تحبط التحت بهذا التريقة كما أقتلكم تحلي هذي بنينه بزاف كما أقتلكم تحلي هذي كما اقتلكم تحلي هذي متأكد انها تعجبكم الان رح نكمل كامل الكمية اللي بقتلي من الكريمة من الفوق نحاول اننا عشوائي يعني عشوائي يعني في الاخي يعني تقلبوها نزيد ونضربوها يعني ضربة خفيفة فقط بشي الكل يعني يكون نيفو واحد والان رح ندخلها للكونجلاتور يعني للمجمد لمدة اربع سوايا من بعد نخرجها ونقلبها في الصحن نتقدم كاميرا كما رحكم تشوفوا شكل التحي يعني ما شاء الله جميل فوق تحبوا دخلوها هكا تحبوا يعني تزينوه بالكريمة كلمة الخفق وإلا يعني وش عندكم تقدروا انا هنا اخترت الكاكاو احنزين بهم الفوق يعني هكا خفيفة فقط كذلك من الجوانب وكيك تريف اللي رح واجد معنا هو لذيذ جدا نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم ان شاء الله وقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحة فطوركم وصحة صهرتكم اشتركوا في القناة